طب انطلقت وسامة أبو علي لا ده في حتة تانية ده ما شاء الله الله أكبر يعني ما شاء الله ربنا حفظه على فكرة وسامة أبو علي من أكتر اللعبة اللي بتجري في الملعب بتجري تامي بأهود بأهود وسامة أبو علي محدش بياخد باله من الدور بتاعه اللي الناس اللي بتفهم كرة هم فاكروا بس زاعة الجنو خلاص لا 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 وسامة أبو علي من الفراودة اللي هي لها دور كبير جدا اللي الناس اللي وراه واللي تحتيه تحرز أهداف في التقلق بتاعه من التحركات بتاعته يعني أنا من ساعة كابتن عماد متعب وأنا ما بشوفش فروت بياخد السرد باك بتاعه ويفتح للناس اللي جاية من تحت عشان يروحوا بالكرب والشهم ما شوفتهاش من كابتن عماد متعب ووسام أبو علي الفترة دي بصراحة فروت ظهر وتعلق في الدور المصري من بعد اعتزال متعب إلا حالياً ووسام أبو علي قبل الضبط وكمان تحركاته دايماً أقول يا جماعة يعني الأهداف يجيب أهداف أو ما يجيبش أهداف ده بيبقى توفيق يا محمد ولكن فيه دور تاني كبير جداً يعني أنت هقولك على حاجة بطولة 2010 بتاعت المنتخب ما كان عماد متعب كان كابتن عماد متعب كاس الأمم كان كابتن عماد متعب هو سبب رئيسي جداً اللي احنا ناخد البطولة ومحرص هدف بس الرجل كان بيتحرك تحركات بس كان بيتحرك تحركات يعني شوف من يمتى من 2010 بكلمك في إمتى 14 سنة 14 سنة كابتن عماد متعب أكتر واحد كان بيتحرك وياخد السرد بكات معاه ويفتح للناس اللي جاء من تحت